للأهل واببيرابنز الأهل واببيرابنز موسيماني هو مدير فني أو مدرب المباريات الكبيرة كان في بعض الناس بتزعر مننا أحياناً لما بنقول إيه موسيماني في المباريات الكبيرة بيبقى أفضل بكتير من المباريات اللي مش كبيرة مش قول الصغير اللي مش كبيرة ليه؟ عشان موسيماني لما بيركز لما بيركز في أي مباراة بيبقى مدرب رائع وكبير وعالمي لما هو نفسه ما بيركز اللعيبة كمان مش بتركز هي اللعبة بتستمد من المدرب بتاع ده مش معناه أبدا إنه مدرب مش جيد وأفضل أكرر الكلام ده ألف مرة راجل مدرب جيد مدرب جيد ناجح ناجح وفي المباريات الكبيرة دائما مسيماني ظاهر ومتواجد الشوت الأوزة أقول لكم شوت كان فيه حرص من النادي الأهلي وحرص من نادي بيرامد النهاردة كابتر أب جلال توقع إن النادي الأهلي هيهاجم من الديئة الأولى هيضغط من الديئة الأولى فاستنى في مناطقه لحد مكار بيرامدز وكابتر أب جلال يخرجوا من مناطقهم يروحوا للأهلي اللي كانواقف في منطقته مستني هو بيرامدز فده كان اللي بيحصل في الشوت الأول عشان كده بيرامدز نسبيا كان أختر من الأهلي في الشوت الأول وضيع فرصة خطيرة لإبراهيم عادل في أول 45 ديئة الشوت التاني الأهلي كان زكي راح بقى مسيماني قال اللي عيب اطلعوا بقى من مناطقكم روح اضغط على بيرامدز في ادفاعوا ما تخلقوش ابن اللعب ما تخلقوش يطلع بالكورة لما ضغط عليه وده اللي حصل وبان وترجم مية في المية في الكورة بتاعت محمد مجد أفشا وفي كورة أخرى قدر النادي الأهلي يحسم المبارد يحسم المبارد خطوا بالكل أهلي النهاردة ساجل سلسل أهداف وضيع تقريبا زي يوم تحديدا من حسين الشعات اللي هجيله بعد شوية بيرامدز كمان ضيع ضيع أهداف ده فيه كورة كانت بروحين عبدالله السعيد شاطئ الكورة جات في القايم رجعت القايم الأيمن لمحمد الشناوي راحت لعمر جابر حطاها في القايم الأيصر كان برضو شوية حظه بيرامدز النهاردة مش جايدة لكن في المجمل الأهلي تفوق الأهلي نجح النهاردة هتكلم على اتنين لعبة تعالوا بقى خليكم مركزين معايا بقى شوية في الحيتتين دول أول واحد حسين الشحات من النادي الأهلي حسين أنا شخصيا من أكتر الناس اللي شايف أنه كان فيه كثير من الهجوم عليه أحيانا بيبقى مبالغ فيه بس هو برضو مش عايز يرجع نفسه هو مش بيساعد نفسه هو مش بيستغل الفرصة اللي الراجل طول الوقت بيدهاله سواء كأساسي أو كلاعب بديل دايماً بينزل في المباريات هو لا يستغل كل هذه الأمور هو مأثر في حق نفسه ومعلش لما الناس بتقول يا حسين يا شحات التجايب رقم كبير للنادي الأهلي فالرقم الكبير ده تمنه يبقى في الملعب أداء ومجهود وتأثير هل حضرتك كمشجع للأهلي شايف تأثير لحسين الشحات؟ يعني لو النهاردة قلت لك حسين الشحات مش في القايمة خالص هتتدايق؟ هتزعل؟ لا للأسف وده مش الطبيعة وده مش المفروض يحصل حسين الشحات المفروض يبقى لها بأساسي في النادي الأهلي ولاعب مؤثر بس المجهوده وبشغله وبتعبه وده حسين الشحات بقى له فترة ما بيعملوش ده فيما يخص حسين الشحات أما اللاعب الآخر هو رمضان صبح رمضان في رأيي هو واحد من أهم المواهب اللي جات في تاريخ الكرة المصرية مش بتكلم على إنجازات مواهب مواهب يعني مواهب هو كشخص موهوب بس المواهبة دي ما اترجمتش حتى وهو في النادي الأهلي إلا على فترات يعني مع فيلر كان متواهج كان رائع قبل كده بعد كده كان ساعات بيطلع وينزل مع بيراميد لا لسه ما ظهرش أصلا النهاردة هتديك دليل إن رمضان صبحي مش جامد أو مش هو رمضان صبحي رمضان صبحي لو المدرب شايفه ورقة مهمة ورقة يعتمد عليها ورقة يسند عليها ما يغيرش مركزه الأساس اللي هو ناحية الشمال الجناح الأيصر عشان يحط مكانه اللعب المؤثر حقيقي في الفريق اللي هو إبراهيم عادل يودي رمضان صبحي النهاردة كنت اللي هي بتكلم على الموضوع ده إن رمضان صبحي ما كانش بيلعب في مركز أول حتى اليمن دي مش قوي طب انت حرق حطيته هناك ليه عشان انت عايز تستغل استغلال كامل إبراهيم عادل اللي هو مؤثر اللي هو أفضل لاعب في برامدز من أول الموسم اللي هو دايما أفضل لاعب في الفرقة فرمضان برضو من اللاعبين المؤثرين في حق نفسه عدى أكيد يعني مش عايز أرجع للماضي بس أكيد هو عدى بكتير مرحلة رحيله من الأهل والضغط والكلام ده كله خلاص عدى بقى المرحلة دي ده فات وقت كتير أوش المفوط بقى يرجع رمضان صبح تاني حملون كده ليه عشان رمضان يهمنا يهمنا المنتخب مصر عنصر مؤثر وواحد من المواهب الكبيرة جدا في الكرة المصرية محتاج يرجع تاني رمضان صبحي غير كده من اليوم مبروك للنادي الأهلي الفوز النهاردة وما زلت عند رأيي أن برامدز مازال منافسا على لقب الدوري هذا الموسم مع الأهلي والزمالك وما باعتش عن المنافسة وهيفضل يكمل في المنافسة عنده تشكيلة رائعة من اللاعبين وعنده دكة رائعة من اللاعبين ده فيما يخص النادي الأهلي اليوم